أكد مصر عسكري أن قوة الإسناد الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلق صاروخاً بارسياً من نوع قاهر واحد على مطار جيزان الإقليمي المصر أوضح أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية ولله الحمد يذكر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد استهدفت مطار جيزان الأسبوع المنصر بصاروخ قاهر واحد فيما استهدفت قاعدة خميس مشيدة الجوية بصاروخين طراز قاهر واحد اشتركوا في القناة